في سؤال بتردده جمعين النادي الاهلي هتقلق شوية طبع هممكن النادي الاهلي يحصل معاه زي ما حصل في يناير وما يلحاش يشتري مهاجم؟ هو بعد ما تعمل هولد على صفقة سوزي وتقال ان المدرب بتاعه في النادي بتاعه هونداي في كوريا رفض ان هو يبيعه بالرغم ان هو تعقد مع مهاجم كوري وصعاد واحد لعيد من الدرجة التانية اللي الفريق جابوه فالبعد قالت خلاص الصفقة بتخلص لكن الصفقة وقفت وقفت ممكن عشان النادي كوري متوسك باللاعب ممكن عشان الصخب يعني حصل مع الاعلان عن اسم اللاعب وما قيل ان اللاعب امكانياته او ارقامه ضعيفة او الكلام ده لكن اللي عارفه دلوقتي ان مرسيل كولر شغال على اكتر من سيفي لمهاجمين تم عرضه معلي من ادارة السكاوتنج في النادي الاهلي كابتن هاني رامزي وادارة التعاقدات الكابتن امير توفيق والرجل قاعد دلوقتي بيدرس السير الزتادي وهيبتدي النادي الاهلي يتفاوض مع مهاجمين من اول وجديد ففكرة ان الاهلي ما يجيبش مهاجم دي مستبعدة لان مرسيل كولر كان فيه اجتماع قريب حسن معرفته في الشيخ زايد مع الكابتن بتالي وشركة الكورة ورجل اكد على ضرورة التعاقد مع مهاجم خاصة في ظل الارتباطات القوية جدا الاهلي مقبل عليها سواء السوبر المصري او السوبر الافريقي او دور السوبر الافريقي او كاس العالم الاندية فاكد على ضرورة التعاقد مع مهاجم وهو بنفسه اللي شغال على فكرة التعاقد مع المهاجم ده يعني هو بنفسه اللي بيتفرج وهو بنفسه مع جهازه المعاون اللي بيحدد اللعيبة اللي هو محتاجها او تناسب طريقة لعبه او اللي بتمثله نقص في الهجوم بتاعه في وجود شريف وكهرباء مع اعادة صلاح محسن فالراجل شغال على دراسة اكتر من سيرة ذاتية اكتر من اللاعب ومعروض عليه لعيبة كتيرة ومفروض هيبلغ ادارة التعاقدات باللعب اللي هيجيبه وزي ما اترك في الحالة اللي فاته يمكن موضوع مش يبقى قصر على مهاجم بس لا فيه جناح كمان بعد يعني شوفنا القندوس يمكن اخر تلات ماتشاط يعني مالوش دور مع الفرقة وراجل اكد ان انا عايز اللعيب الاجنبي يبقى فارق بمراحل عن اللعيب المصري اللي في نفسه مركزه نعيبه لك القندوس عشان برضو اللعب كبير لا وجايب اختيار كولر يعني كولر كالموافع عديه هو بالضبط كولر الموافع عديه هو الراجل مش من اللعيبة اللي جا تقولي الموسم اللي ما شافهاش بالضبط شايف شايف مع استخدام ام عشور وجود افشة في المركز زي سعد بيدديروا ماتشاطه افشة من الناس المجيدة مؤخرة مع الاقلي بيقدم مرضوط كويس في وجود مروان في وجود يانج في وجود عودة كريم ندفيد مع وجود كوكا اللعبة اللي موجودة في نص الملعب دلوقتي ممكن يستغني عن احمد القندوسي خاصة انه بقى يلعب بتلاتة في نص الملعب اليوم ادوار معينة كده ويعود ده بجناح اجنبي ومن هنا جي الكلام بقى مع ريدا سليم لعب الجيش الملكي المغربي والتفاوض معاه والاهلي قدم عرض قريدي رسمي للنادي الجيش المغربي واللاعب عنده رغبة او قدم رغبة لمسؤول الجيش انه قاعد يلعب في النادي الاهلي ومفاوضات المشيب يمكن فرص انضمام اللاعب للنادي الاهلي اكتر من عدم انضمام بنسبة مثلا 60 او 70% عظيم جدا